طيب ده راينر هولمن راينر تسوبل والاتنين دربوا الاهلي والاتنين ألمان بل ان تسوبل يمكن الوحيد في العالم اللي درب الفرقتين درب البايرن ودرب الاهلي نشوف نشوف راينر تسوبل برضو في أونتايم سبورت بالطبع بالنسبة لي هي مباراة مشوقة جدا وأنا الشخص الوحيد في العالم الذي عمل مع هذين الناديين وبالتالي هي مواجهة مشوقة ربما ستكون مواجهة صعبة للأهلي ولكنها أيضا صعبة على بايرن مينيخ لأنهم تأخروا في الوصول إلى الدوحة مساء أمس وكانوا قد لعبوا مباراة مع هيرتا برلين وبدأوا سيوصلوا إلى الدوحة صباح اليوم ربما هناك مشكلة ما في هذه التوقيتات وإحنا بنتفرج على بايرن مينيخ ما منلاقيش نقاط ضعف واضحة في الفريق طبيعي بالنسبة لي الفريق الأكبر في الكرة الأوروبية الفريق الأهم في ألمانيا هل انت شايف أن بايرن ممكن يبقى عنده بعض النقاط الضعف للأهلي ممكن يستغلها يعني أنا حتى لو السؤال بالنسبة لك سؤال يبدو ساذج ولكن أكيد أي فريق في العالم عنده نقاط ضعف هذا ليس سؤال ساذج أبدا ولكنه سؤال هام جدا لأنك إذا نظرت إلى النتائج بايرن مينيخ على مدار الأسبوعين الماضيين أو الشهرين الماضيين تجدوا أنهم يستقبلون أهدافا كثيرة وإذن فنقطة الضعف هي في الدفاع لأنهم يعانون عندما يتم الضغط عليهم ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة لدى بايرن والمشكلة الأخرى هي أنهم لعبوا مباراة صعبة وعلى ملعب صعب جدا أمام هارتا برلين وبالتالي فقدوا الكثير من قوتهم وبعد يومين ونصف ستواجه الأهلي ولذلك الأمر سيكون صعب عليهم نفس الكلام يا سوز براهيم يعني تسوبل اتفق مع هولمن في نقطة واحدة لاثنين أن ممكن الناد الأهلي يستغل دفاعات بارميونيخ خاصة أن في الشهرين الآخر الشهرين يعني دفاعات بارميونيخ طلقت أهداف كتير فممكن نشتغل على النقطة دي أن الدفاعات بارميونيخ مش بنفس الكوة السابقة اللي احنا شفناها مقبل كده والكلام ده جاي طبعا منطلق تسوبل مر الناد الأهلي قعد مع الناد الأهلي ثلاث سنين ملم بكرة المصرية ومش بالناد الأهلي بس ده هو كمان مر أندي أخرى في مصر الاتحاد وكان يجونا وعاش فترة كبيرة في مصر فعاش جوا الناد الأهلي وتابع أخبار الناد الأهلي عن قرب فهو كلامه منطلق أنه هو شاف الناد الأهلي وكان مدرب ولاعب قبل كده سابق في البارميونيخ طيب دي رؤية ألمانية لهولمان وتسوبل